بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثالث الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر أحمد محروس إن شاء الله هنحل النماذج الاسترشادية الخاصة باختبار شهر إبريل 2023 موديل وان النموذج الأولاني نمبر وان هنا سؤال تشوز سؤال اختيرات نمبر وان ماي سستر أختي كان تستطيع سبيس مسافة ذي ألفابت ألفابت اللي هي الحروف الهجائية catch بمعنى يمسك count يعد beel بمعنى يقشر say بمعنى يقول say the alphabet يقول الحروف الهجائية أو يتحجى الحروف الهجائية نمبر 2 سامي دايما كده معايه لا يقود الطائرة بنفسه doctor هيكون لديه دكتور طبيب co-pilot مساعد طيار student بمعنى تلميز chef اللي هو طبخ أكيد طبعا معاي co-pilot اللي هو مساعد طيار نمبر 3 what could you space when you wear little هنا طبعا عندي could بستخدمها للتعبير عن القدرة ولكن في الماضي هنأخذنا قبل كده كان بمعنى يستطيع وكانت لا يستطيع بستخدمها للتعبير عن القدرة في المدارع could هنا ماضي كان وكودنت معنى لا يستطيع ولكن بستخدمها للتعبير عن القدرة في الماضي ويأتي وراءهم الفعل بدون أي إضافات infinitive مصدر الفعل بدون أي إضافات يبأخذ هنا do does did doing طبعا هنا could يعني أخذ do الفعل infinitive بدون أي إضافات masses is the biggest space store in new york city masses ده طبعا أكبر سوق متعدل الأقسام department store department store number five please من فضلك write the space d on the board من فضلك اكتب اي كده على السبورة هنا d ودي ده اي word كلمة letter بمعنى كمامة number رقم letter با هنا حرف write the letter d اكتب الحرف d على السبورة خلي بنا letter حرف letter كمامة number six my favorite space is march march ده اللي هو شهر مارس هو مارس ده اي season فاصل day يوم month شهر week اسبوع طبعا عندي هنا month بمعنى شهر number seven my friend can space english well صديقي يستطيع يعمل اي كده في اللغة الانجليزية بشكل جيد catch هيمسكها speak بمعنى يتحدث speak english well يتحدث اللغة الانجليزية بشكل جيد beel بمعنى يكشر cut بمعنى يقطع ننزل بعد كده وي سؤال الترتيب number one no i always have a co-pilot لا لدي مساعد طيار دائما number two what did you get what did you get يعني ماذا حصلت يعني حصلت على اي number three do you fly the plane by yourself do you fly the plane by yourself هل تقود الطائرة بنفسك اوكي ننتقل بعد ذلك والنموذج الثاني number one for information للمعلومات us at وجايب لي هنا الرقم اكيد هيتصل عليه على الرقم ده rentم معنى يؤجر feed you time call يتصل stay بمعنى يبقى او يظل number two when i was 10 عندما كنت في عمر العشرة i could run كنت استطيع الجاري now الان i space مسافة climb trees هنا الجملة الاولانية كلامي في الماضي علشان كده استخدمنا could لكن بعد كده now كلامنا في المدارع والمدارع لما نيجي نستخدم فيه التعبير عن القدرة بنستخدم can او can't على حسب الجملة مثبتة او منفية هنا الموجودة عندي can الان now i can climb trees اوكي لان هنا now باستخدم can ونافيها can number three طارق space a car for an hour هو طارق هيعمل ايه كده في السيارة لمدة ساعة rented استقرها built بناها visited زرها flew طيارها يو طبعا هنا rented بمعنى يستاجر number four i tried to catch a butterfly حاولت ان امسك بالفراشة but ولكن i طيب هنا كدامي في المضارع ولا في الماضي في الماضي in the past عرفت منين يا مستر عندنا try it the e d تأتي في الماضي اوكي يبقى انا هنا هستخدم لاما couldn't او could تمام مش هينفع كان ولا كانت لان كان وكانت ونستخدمهم في المضارع طيب هنا عندي but but جملة تناقضية يعني but تربط بين جملتين متناقضتين يعني ايه الكلام ده يعني الجملة الاولى عكس الجملة التانية هنا بيقول حاولت ان انا امسك الفراشة ولكنني لم استطع يبقى هنا نفي جملة الاولى مثبتة يبقى الجملة التانية من فيا استخدم couldn't number five could we ask you space questions ممكن نسألك بعض الاسئلة هنا خدناها في درس المحادسة في المقابلة الشخصية مع الطيار captain marwa could we ask you a few questions ممكن نسألك بعض الاسئلة number six my sister can space the alphabet اختي تستطيع ان تتهجى الحروف الهجائية catch بمعنى يمسك count بمعنى يعد beal بمعنى يكشر say بمعنى يتهجى او يقول say the alphabet يتهجى الحروف الهجائية number seven سما space مسافة Mr. Ahmed to ask him some questions عايز يقول ان سما حاورت المستر احمد لكي تسأله بعض الاسئلة forgot ناسا walked مشى interviewed بمعنى حاورة boat اشترى يبا هنا عندي interview بمعنى حاورة التصريف الثاني من interview يحاور اوكي ننزل بعد كده وهي سؤال الترتيب number one when did he move to alexandria متى انتقل الى الاسكندرية when did he move to alexandria number two when did sami go to paris متى ذهب سامي الى باريس when did sami go to paris number three he can هو يستطيع build ان يبني enormous sandcastles كلاع رملية هائلة he can build enormous sandcastles يستطيع ان يبني كلاع هائلة طبعا sandcastles كلاع من الرمال enormous بمعنى ضخم او هائل ننتقل بعد ذلك والنموذج الثالث number one do you space مسافة a plane by yourself هنا عايز يقوله هل تقود الطائرة بنفسك visit بمعنى يزور fly بمعنى يطير call يتصل have يملك او عنده اولديه ولكن هنا fly عندما تأتي مع الطائرات يبقى معنى يقود الطائرة do you fly a plane هل تقود الطائرة by yourself بنفسك number two come on come on بمعنى تعالى هنا كان في الدرس الاولاني خالص don't give up بمعنى نتيأس don't give up jazz is a kind of jazz ده نوع من انواع نوع من انواع ميوزيك الموسيقى مواد درسية fruits فاكهة colors الوين number four I can't write that word لا استطيع كتابة هذه الكلمة it's two يبقى الكلمة دي مالها easy سهلة small صغيرة hard صعبة thin نحيف يبقى انا عندهن hard بتساوي كلمة difficult بمعنى صعب number five how space did they stay in the hotel هنا باسأل عن طول المدة باسأل عن طول المدة اللي هم ادوها في الفندق how long how long باسأل بيها عن طول المدة او طول الفترة الزمنية number six my father always space as presents هنا عايز يقول ان ابي دائما يعطينا هدايا give بمعنى اعطى played لعبة gives يعطي plays يلعب طيب هنا my father عندي هنا always always هنا ظرف تكرار وظرف التكرار بنستخدمه مع زمن المضارع البسيط وزمن المضارع البسيط اسم على المفرد والجمع بدون اي اضافات هنا my father مفرد ولا جمع singular يعني singular يعني مفرد والمفرد بيحب بالاس يبقى always gives us presents دائما يعطينا الهدايا number seven we traveled to aswan صافرنا الى aswan march march ده اللي هو شهر مارس والشهور بتاخد n الشهور بتاخد n اوكي on تأتي مع الايام وقات مع الساعات وfor على حسب المعنى وبييجي وراها طول الفترة الزمنية اوكي ننزل بعد كده ويسؤال الترتيب number one i have an overseas flight once a month لدي رحلة خارجية مرة في الشهر i have an overseas flight once a month flight بمعنى رحلة جوية number two they could cut out hearts يمكنهم قطع القلوب they could cut out hearts number three thanks for your time thanks for your time شكرا على وقتك ننتقل على ذلك والنموذج الرابع number one do you fly a plane yourself هنا عايز يقوله هل تقود الطائرة بنفسك هنا ضمار التوقيدية يأتي قبلها by by yourself بنفسك number two please من فضلك write the space apple on the board اكتب ايه كده على السبورة هي apple d a word بمعنى كلمة number three when did he space to hong kong هنا عندي did و did يا جماعة لازم يوى وراها الفعل infinitive مصدر الفعل بدون اي اضافات يبقى نستخدم هنا go go بمعنى يذهب when did he go to hong kong متى ذهب الى hong kong number four my father is abroad ابي بالخارج i space مسافة him very much عايز يقول افتقده كثيرا يعني وحشني يفتقد miss i miss him very much افتقده كثيرا number five did you stay in italy i stayed there for one week عطيناك لمدة اسبوع يبقى انا هنا بسأل عن طول المدة الزمنية how long how long بسأل بيها عن طول المدة او الفترة الزمنية number six he couldn't space a frog when he was little هو لم يستطع يعمل اي كده مع الضفضع هو الضفضع fly يطير عن طيره catch يمسك beel بمعنى يقشر say بمعنى يقول catch a frog بمعنى يمسك الضفضع number seven she went to hong kong abril abril اللي هو شهر ابريل والشهور بتاخد n سؤال الترتيب number one was miss amira هل كانت الاستاذة amira your first grade teacher معلمتك في الصف الاول was miss amira your first grade teacher هل كانت الاستاذة amira معلمتك في الصف الاول number two why do people visit paris لماذا يزور الناس باريس why do people visit paris number three could you spill a word when you were three هل يمكنك تهجي كلمة عندما كنت في عمر الثالثة could you spill a word when you were three okay وبكده نكون انتهينا من حل بعض النمازج الاسترشادية الخاصة باختبار شهر ابريل okay ان شاء الله المذكرة هسيبها لكم في الوصف تحت في الوصف وفيها نمازج اكثر تحلوها في البيت ان شاء الله بالتوفيق يا شباب see you next time goodbye don't forget to like subscribe and share the video goodbye